السلام عليكم كديرين لبس عليكم اش خباركم تمنى تكونوا لباسوا في احسن الاحوال وتكون امركم بكلها جيدة كيف مكتشوفوا معي اليوم وصفة جديدة وصفتنا اليوم هما المقارونية ليبات ليكادياد الوصفة سهلة من الوصفة السريعة كتمنى انكم تجربوها وانات عجبكم واكيد اكيد غادي تعجبكم الى جربتوها بها الطريقة هادي اذا نصفة ديال ليبات اولا ديال المقارونية بالخضراء والكفتاء والطماطم ليكاديش رائعة والديدة بزافة اه جربوها واناتنسا تشاركوا في القناة وتضغطوا على اللايك وشكرا لكم بالنسبة لما قادر احتجتا هنا ايا اذا عندي هنا اا اا مطشة عندي هنا واحد تقريبا واحد الخمسة ديال المطشات الي هما محكوكين عندي هنا واحد الكيمية ديال الكفتة تقريبا واحد الربعمية جرام ديال الكفتة ربعم مفروم لحم لحيم هناك مطيشة اللي أنا حكاها عندي واحد الجزراء اللي محكوكها عندي خزه يا Utd اللي هي Double that إلا توجدت عندكم المصلة فشلا دي واحد بهذا الهلية اللي متوسطة في الحجم حتى يزيدوها عندي هنا واحد القريعة يعني اللي آتشكري فيت عندي rouge اللي حكاتها في الحكائقة الرقيقة عندي هنا واحد الكركوبة هكا دي'التوا ما واحد الرأس دي'التوا ما أنا بغيها تكون متبال بزاف ومتوم بزاف اللي ما كمية الزطر ورقة سيدنا موسى ورقة صغيرة سيدنا موسى الملحة فلفل الأسود المطيشة المصبرة وزيت الزيتون المرحة يجب عليكم الملحة أو مصبرة أي ملحة تجمع الملحة يجب عليكم الملحة كمية الزطر نحضر كمية الزيتون نحضر كمية الزيتون اضافة الكيميه اضافة الكيميه اضافة الزيتون هو يعطي Hoje اضافة الكيمه اضافة إضافة الكيميه اضافة الكيمة cap سأضافة الكيميه نضيف الجريعة تحضر يمكنك الاخطة تبعين الخضر يمكنك الحضر للأكل يأكل الاخطة الأخطة ما يريدونها يمكنك انتظروا البصلة هي درخوا من شلدة يمكنكم ان اضغلوا خضراء اضغلوا المقاعدين من جميع خزراء بمثل مع الزجري نضيف الملحة ثم نضيف الملحة نفعل التوابل نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء في مقارون نضيف الماء قريب Coron in there نضيف الماء نضيف السمع نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء تبدأ لمقارون نضيف الماء لكرنا طياب سنزيد لها 1 جمع كبار عامرين و نقوم بعمل لديهم المطيشة المصبرة و نحرك و نقوم بعمل و نقوم بعمل و نقوم بعمل و نجد تكمل طياب لديهم نقوم بعمل لديهم المطيشة المصبرة كتحكوها مزيان كتحركوها مزيان و من بعد كتسدو عليها و كتخليوها كتغطيوها بشي غيطاء و تخليوها حتى الطيب لكم صافي بحال هاد الشكل و في نفس الوقت رها المقارونية المعجنة ذي لتنا رها كتطيب اذا هنا ينبعد ما نخلها لها الطياب هانتم كيفما كتشوفوا رها المريقة قريبا ما بقيتش فيها كلها كلها يعني طابت و تعلقات غادي نزيد لها فاد الأثناء هادي الكفتة كنشدها انا غير بها تشكل بلا ما كنديرها كويرات كمدها غير كنتكهاب حلاكا كندير طريفات هكذا بلا ما كندقها كنكور كدجيزوينة صافي انتم ملكي ميادي الكفتة اللي كانت عندكم ديرها أنا هنا يدرت 400 قرام بتديروا اللي متوفر ما توفرش قاني هاية الكفتة فايمكن لكم تستغنيوا على تديرها فقط غير بالخضر فرا غادي تجيلكم زوينة و غادي تعجبكم غير ضروري تديروا التوابي اللي أنا درت يعني فقط تكتفيوا غير بالملحة والبزار ما تزيدوش تكتروش حاجة أخرى و غير بلد المنسي ما طلعت ريال هي درتان ورقة سيدنا موسى و الزهتر و زيت العود إلا كان زيت العود تجي رائعة سوف يكون هكذا كانت مستمر راح تنزير قاعدك الكفيتة ديالي سوف يكون نزيدها بحلاكة و من بعد راني غادي نصدع لها اذا قبل ما غا نصدع لها غادي نزيد ورقة سيدنا موسى كيف ما كنتشوفها هكذا نزيد ورقة صغارين لك انه كبار غادي نزيد او ثلاثة سوف نأخذ واحد الكيمياء هكذا عندي ذي الزهتر و نديرها فق من كيمياء يعني واحد معلقة كبيرة عامرة مزيان ذي الزهتر سوف تشدوها بحلاكة و من بعد غادي تغطيو حتى كي طيب اللي هي ديك على نار ديما هي لما تجهدو العافية باش داك شيد تحرق النار اللي هي متوسطة سوف تجهدوها ككل هو ديلا كيتلق فيها و كتب ذاكت طيب رهي في هذه الاتناء قربة طيب لي انا تنجلي ديك المقارونية ديالي هانتو ما من بعد ما مرت لي غير شوية بل لي بأن كل شي طاب ها هي كنحر كل شي و غادي نعود نسد عليها مرة أخرى إذا نحرك دا باداك الزهتر و القصيد نموسى و كل شي باش كل شي كيت خلطيه و نعود نسد عليها نغطيها غير واحد شوية صافي إذا انتو ما كما كتشوفوها هي شربات ليا ولت واج داليا انتو ما شوفوها الشكل ديالها كديمع الكوزوينة زيت الزيت زيترا مهمة كما كتلكم الزيترا كتبغي يا شوية ديال الزيت بقريب الرا درت على هنا شي كاس زيت الزيتون كتبغي يعني اللي باترا معروفين انهم كيبغيوا الزيت لانها وصفة إيطالية كتتسعمل اوتو ما وانتو ما عينكم ميزانكم لابتو تنقصو راها ماشي مشكل اذا هنا هي شديتها من بعد ما طابت لياها و درتها في واحدة غاملها كالي كبيرة باش غادي نخلط كل شي مرة واحدة و درت عليها هذيك المقارونية المقارونية بعد ما طابت لياها مرات الوقت دائما اي باكيار يكون فيها مدة الطهي باش ما تفوتوش لها المدة ديالها الطهي و ديكم مجنة سافي و درتها تستقطر في واحدة لكسكاس و من بعد ما طابت لياها درتها فوق هذيك المقارونية و كان خلط مزيان بحلاكة باش كل شي كيتشرب بعضياته و ضروري غادي تضوقه من الملح يعني الملح دائما على حسب الضوقة سافي به شكل في اخر مرحلة نعود نقوم بشوية زيت الزيتون بحال هذي شكلاكة سافي و كانت في مباشرة هاي تخلطت ليا كيف ما كتشوفو وجهت زوينة وجهت الديدة بزاف وجهت يعني فيها السلسة وجهت كل شي غزال جربوها رغا غادي تعجبكم اكيد اذا شكل نهائي من بعد درتنا يدرت واحد شوية ديال الجوب من الفوق من بعد احتيتها في الطبق شكل نهائي ديال مقارونية شكرا للمتابعة و مرحبا بكم في قناة ليلة مراكشية و الى الملتقة في وصفة جديدة و شكرا لكم جزيلا مع السلامة اشتركوا في القناة